كيرفيو مع زينا عميد أهلا وسهلا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا شكرا على الاستضافة وتحياتي لمستمعي الشمس فهم وشكرا لك على قبول الدعوة ومرحبا بك أنت ضيفنا الأول اليوم في اللوك الجديد في ستوديو شمس وسعيدة جدا هي لحقيقة مفاجأة لي قبل ما نعللها لكم سيدة المستمعين والمشاهدين اللي تفرجوا فينا على فيستريمينغ اللي أمن هنا واجدغابة في الأخراج وسام جلاسي ويرافقني لهاش من ويرا مرحبا من المفاجآت الجميلة ما عندي يعني كلمات يزار ما يختمش كل اللي أخر نجي نقر نعد برودة أهلا وسهلا مرحبا بكم ومباشرة نبدأ معك سيد العميد في البيان اللي أصدرتوه واللي أعتبرتو فيه تدخل سافر للجانب الأمريكي في الشأن الوطني على خلفية بيان الخارجية الأمريكية وأيضا السفير المرتقب بالجويهود أن يكون في تونسا المحامات ومجلسها يعني بحكم أنهم جزء من المجتمع وقايمين برسالة في المجتمع ووقتها يحققنا أحنا بشي نتوجه ونجاوبوهم مباشرة لأنه مبدئيا في العرافة الديبلوماسية تقع التعامل بين الدول دول يعني ممثلة في رئيس الدولة في وزارة الخارجية هذاك حسب العرافة الديبلوماسية أما أنهم يدليوا بتسريحات مباشرة فمن حقنا بشي نواجه التسريحات هذية واجهناها بالنحية قانونية أولا أنه بالذات ذكرناهم باتفاقية فيينا التي تنظم العرافة الديبلوماسية وكذلك يعني دور الممثل يعني سفير المرتقب يعني دور الممثل يعني الدولة الأجنبية في البلاد وحدود تصرفاته حدود تدخلاته ثم المسألة الأكثر رداءة في البيان هو توجههم إلى الجيش التونسي ومخاطبة الجيش التونسي ويعني طلبوا منه يعني باش أنه يقتصر دوره على حقوق الإنسان وحماية الديمقراطية الجيش التونسي نعرف والحمد لله جيشنا الوطني يعني هو مؤسسة احترمت دورها من الاستقلال إلى الآن صح ومخاطبة الجيش التونسي لا تكون إلا من رئيس القوات المسلحة رئيس أركان القوات المسلحة أي رئيس الدولة هو اللي يعطي الأوامر للجيش التونسي وهو اللي يعني بحكم التنظيم يعني القواعد اللي يتنظم الجيش التونسي والحمد لله يعني جيشنا الوطني قام بدوره ولزال يعني عقيدته هي حماية الوطن وبالتالي فأن كل دعوة من الخارج هي دعوة مرفوضة وزيادة على أن نستهجنها فأنها تخالف الأعراف الدبلوماسية وتمس من السيادة الوطنية لذلك نحن كمجلس هي يعني عبرنا عن رفضنا الرفض المطلق للبيان الصادر عن وزارة الخارجية وكذلك البيان الصادر عن السفير المرتقب والذي حدد دوره بأنه سيعمل على الناس الديمقراطية وعلى التطبيع مع الكيان السهيوني وهو يعني هذا الدور نقول له أن مسعاك سيكون مآله الفشل لأن التطبيع مع الكيان السهيوني هو يعني مرفوض شعبيا إضافة إلى الموقف الرسمي للدولة ثم أن الديمقراطية هو سيدها وباريها في هذا الوطن هو الشعب التونسي هشمين ويرا كيفش لقيت البلاغ وإحنا كنا حكينا فيه من قبل ما يصدر البلاغ وكنا تطرقنا حتى إلى تصريحات الجانب الأمريكي هل تعتبر الهشمين ويرا لوم اللي مقدرش عليه ربما جزء معين مش من عممش مش كل المعارضة لكن الجزء المعين اللي كان حاول أنه يتحدث أو يوجه رسائل إلى الجيش والأمن التونسي عاجزة فخذع ليهم الروليف بمعنى آخر الأستفير المرتقب جهود أولا خليني نعبر عن ابتهاجي أنه منظمات المجتمع المدني استرجعت دورها العادي الطبيعي يعني وقامت بدورها اللي احنا عادنا منذ من قبل 14 جانب في 2011 كانت تقوم بيه الدورة ذا وكانت تخدم بمثابة المنبه من أجل حريات المنبه من أجل مناعة هذا الوطن والمنبه ضد كل محاولات الاختراق سيادة تونس وسيادية قرارها أنا فرحت أنه تكتل منظمات المجتمع المدني بما فيهم العيمات المحامين بما فيهم رابط حقوق الأنسان بما فيهم نقابة الصحفيين واتحاد الشغل أيضا لا مش نجيه اتحاد الشغل عديدة هي المنظمات اللي خرجت بيان مشترك وعبرت على مواقف ثابتة وأساسية وما مشيتش وفقك القاعدة العادية البراضية حصلت أنه كل ما يصدر عن السلطة بعد هذي أربعة تجار في 2011 فإحنا ضده وكل ما صادره عن الرئيس قيسعيد إحنا ضده لا عندما يتعلق الأمر بثوابت بثوابت الوطن كانت جاوبه نعم قبل هذا وبعدهم وساندهم الاتحاد العام تونسل الشغل خرج بيان عظيم يس سيد العامية كانت شفته خرج انتوا اتطرقتوا للجوارب القانونية وغيره لكن من ناحية السياسية بيان الاتحاد العام تونسي الشغل بيان قوي جدا لأنه ارفض حاشتين ارفض التدخل في الشأن الداخلي التونسي وارفض الانجرار نحو مربع تنازع الشرعيات يعني هذا رفضه أنا عجبني بيان الاتحاد العام تونسي الشغل كعادته وعجبني ياسر واكثر البيان الصادر على العمادة وعلى باقي منظمات المجتمع المدني ونعتبر انه المجتمع المدني بهذه الشاكلة استعاد العافية متاعه واصبح يقوم ورجع كي يقوم بدوره الوطني الذي لا يخلو بين النقدية إذا اقتضل الأبر لأنه احنا عمرنا ما يعطينا لا كملاحظين ولا كمجتمع المدني يعطينا سك على بيان لأي كان بما فيهم الرئيس خيس السعيد احنا نقول له أحسنت عندما يجيد الفعل ونقول له أساته إذا قدرنا أن ما قام به هو عمل ممكن ما يخدمش أيضا أنا نحب نحيي الموقف حتى امتد دستوري الحر لأنه موقف مهم أيضا لأنه نعتبره تحول في النزع البراجماتية لطبيعة الدستوري الحر التي استنسن به يعني أنه يظهر لي موقف أيضا عندما يكون لا للانجرار نحو تنزع الشرعية ولا للتدخل الأجنبي أن نعتبر هذا ما يؤسس الآن البلوك الوطني على الرئيس أنه يمدي ذي لهم الكل بدون استثناء لأنه إني أراه كما قلت في مقالي اليوم من الزر قلت إني أراه في الأفق حلف يمكن أن يتشكل حلف على أساس وطني وعلى أساس بناء كتلة وطنية جدية لأنه عندما الرئيس يوسع دائرة الخير حوله راهوا يقوى في المفاوضات مع الآخر وما يتجرأش الآخر ما يتجرأش عليك إذا كان كنت أنت مسنود استيناد فعلي من شعبك مش استيناد وهمي راهوا فما فرق حتى كانت تقول لي زوز ملايين زوز ملايين نص وثلاث ملايين ووسع دائرة الخير تلجب يكون يسندونك ستة وسبعة ملايين علش لا إذا كان ممكن يسندوك عشرة خليهم عشرة يعني يجب تعمل بطريقة أنه توسع دائرة الخير حولك وتوسع دائرة الخير حول الوطن والمواطن سيد العميد في علاقة بما كان يقول فيه الهشمين ويرا اليوم أنه الرئيس اليوم ألا تراوى أنه رئيس الجمهورية مطالب أو للضرورة أنه ينفتح على باقي المنظمات وباقي الأطياف على الأقل السياسية الدعمالية وعندها نفس التواجهة أولا بالذات نحن بدرنا بإصدار البيان نعم لأننا يعني رينا أن المسألة تكتسي خطورة كبرى ولذلك أسرعنا بإصدار البيان وكان أول بيان الذي إصدار صح لأنه نعرف أنه من ثوابت أنه المسألة الوطنية لا يمكن أن نجادل فيها ثم أنه التواجه نحو الاستقواب الأجنبي مسألة خطيرة وخطيرة جدا نحن إذا كان نجم نختلف ولكن يجب أن نحل مشاكلنا بيننا لا أن يقعد الاستقواب الأجنبي ولذلك تضمن البيان زيادة على الموقف من بيان وزارة الخارج الأمريكية ويعني ما صرح به السفير المرتقب أمام الكونغرس بينا كون الثوابت بالنسبة لنا جيشنا الوطني قام بدوره الوطني في حماية الوطن ولا حاجة لأي طرف أجنبي أن يوجه له أفكار أو آراء أو نصاح هذه من ناحية الأولى من ناحية الثانية أكدنا على أن الاستقواب الأجنبي هو مرفوض شعبيا ثم أكثر من ذلك بينا وأن مجلس الهيئة على نفس التوجه في أننا ساندنا حسب بيان 27 جوليا البيان الذي ساندنا فيه التدابير 25 جوليا والذي تضمن وأن المجلس الهيئة الوطنية المحامين حريص على ضمان الحقوق والحريات في بيان 27 جوليا نعم نحن قلنا لا بد من وضع حد لترذي المسار السياسي والمسار الاقتصادي والمسار الاجتماعي لكن أن مسألة الحقوق والحريات هي مسألة أساسية ولا بد من المحافظة عليه ونعتقد أن إلى يومنا الحاضر الدستور الذي وقع المصادقة عليه أقرم مسألة الحقوق والحريات لم يقع المسأل منها ثم أن حرية الرأي وحرية التجمع وحرية التعبير إلى يومنا الحاضر رأيناها وأنها مضمونة ولم كلنا عبر على موقفه سواء الداعم أو الرافض يعني هنا خريط الطريق ما زال فيها المرحلة المقبلة وهي الانتخابات التشريعية نعم وننتظر الآن قانون الذي سينظم الانتخابات قانون يعني قانون الانتخاب قانون الانتخابي نعم ولهناء الحزاب لها أن تدلي بدلوها في الموضوع وأن تعيد الاتصال بمنتسيبها وتقيق تأثيرهم من جديد وتعبيتهم لهذا الموسم الانتخابي وعندما تتوضح الصورة يعني نعرف كيفية التعامل بين مختلف الفرقاء السياسيين اليوم رئيس حركة نهد راشد الغنوشي يرحب بالتدخلات ويقول لقد أضعنا فرصة إسقاط الانقلاب بالضربة القاضية على الطريقة التركية أيضا في حواليه البراحي أكد راشد الغنوشي على توجه لتوحيد صفوف المقاومة لمقاومة الانقلاب حسب تعبيره وعودة ديمقراطية تعليقك سيد العميد أعتقد أن هذا التوجه هو توجه خاطئ وأعتقد أنه بالأفضل أنه تقع مراجعة لأنه في صورة التمادي في هذا الموقف أعتقد أن حتى المنتسبين أو الذين كانوا داعمين لهذا الطيف السياسي سيتظال عددهم بشكل كبير لأنه يزب محاجة أن المسألة الوطنية يرى ما فيهاش بيع وشراء المسألة الوطنية يراه بالنسبة لي كل تونسي والأغلبية الساحقة من التونسيين مع الأسف بعض قلة قليلة المسألة الوطنية يعني يسبقها على كل اعتبار ولذلك أعتقد أن السيناريوات التي تستأنس بالتدخلات الخارجية هي مرفوضة وسوف يكون مآلها الفشل لهيش منويرة تعليقاتك وفي نفس الحوار رئيس حركة النهضة يقول حققنا جزءا من أهدافنا في السنة الثانية من الانقلاب حسب وصفه ويقول وصلت شعبية قاسس عايد إلى 90% بعد الانقلاب والآن نزلت هذه الشعبية إلى العشرين في عام واحد فقط والسبب أنه لم يفعل شيئا خلال السنة الأولى سوى هذه المؤسسات الدولة حسب تعبيره وحسب ما جاء في حوار لي القناة الغد نجيك للرقم هذا سعى خليني نعلق عليش معناه سيد العميدة يتحرك من خلفية وطنية ومن إيمان بأنه يعيش على دولة هي وطن في حال ذاتها لكن هذون الناس ما عندهم مش علاقة مطلقا بمسألة الأوطان وبالتالي يراه الميروش أدنى منع أدنى منع في أنهم يستنجوا بالخرج وكأنه عملية تأسيسهم وعملية خلقانهم أصلا وانت سيد العارفين نعرف كيف بدأت ظاهرة الأخوان وشنوه تدور بريطانيا في العملية ونعرف كل شيء على القصة يعني القصة كاملة معروفة قصة الأخوان معروفة أما أنت شوف الأسوة بشيكون نظام التركي نموذج التركي يعني النموذج التركي من هناك ما زال يمثل سند وحاضنة للناس اللي فر فر من هاربين بطرق قانونية وغير قانونية من تونس عاملين لهم الحضانة لكن في نفس الوقت ما زالوا يمثل المثال بالنسبة لي همون المثال في كل شيء أو محطة المجوء وكأنه نظام التركي مثال يعني في الديمقراطية ومثال في حقوق الإنسان وما عندوش بالكل ولا صحافي مسجول وما عندوش بالكل ولا قاذة جيش تم التنكيل بهم وما عندوش بالكل أحزاب بكل تم التنكيل بها عن آخرها يعني إحنا عندنا المثال السوياد يعني يحكي لي على السوياد هو مش يحكي لي على آآ النظام التركي من آآ من آآ من حبش نعلق على آآ من حب نسائل فقط لي هش من قبل ما تدسيل وننجاو الأرقام هذا هو وأدقق لهن آآ في حواره لقناة العربي مش نو قل للأمانة المصدر ما الأرقام قال لك بعد تسعين بالمائد هابطت لعشرين بالمائد هيا الأرقام اللي نجيبهو ما نحن ما نتبهو نحن نتبهو نحن ملاحظين قاعدين نتبهو وكان في الأشياء هذي في الأرقام طالة هابطة نحن الشيء اللي متأكدين منه قال له الرقم وحيد اللي متبكن منه اللي يحد الآن ولم تبدلش صحيح في استقرار حقيقي واستقرار متزعزعش رغم التضاريس السياسية اللي ووقعت في البلاد وهو النسبة المتدنية جدا امتاع حب التونسيين لرشد غنوشي اللي هي عمره ما تجاوزت الخمسة في المائة والأربعة في المائة هذا رقم حاوله إجمع كل استطلاعات الرأي لكن للرقم هذا أنا نسأل نسأل ماذا بي ما نسيبش بل تحدثي حتى ربما خنته العبارة أو منعنش سؤالي لك لهيشمي وليك سيد العميد في نفس الحوار لي على قناة العربي البارح رئيس حركة نهضة رشد غنوشي يقول تحدثي عن حل البرلمان عشين عربية دي قطرية ما هو منعرش جديدة بالضبط من العربة جديدة كان مش عوضوا بالجزيرة وحبوا عملوا في اوبرازون كوم خلاوا جمعة من الجزيرة وحطوهم في وصلة ريد بعد تعليقك كذا ما تستغرش تلقى روحكم ناور الصفحات كالعادة الحملة اللي حالين علي واتهمتني حتى مش الى اضافة قبل المتهمين يانو متهمين البلاتو اللي احنا مع النهضة وبعد لو اتهمونا ان احنا ضد النهضة ومع صاينة الجملة واحد برا لوش حتى نحنا خرجنا خارج الوطن ده ما عادش تلمين داخله خرجونا سيد العميد سينويرا غدوة مش نرجو نحكي على ستالينغو في موضوعنا وفي احدى المواضيع بتاعنا ولكن نوصل معك الحوار سيد العميد من بين التصريحات او الكريم اللي قالوا رئيس حركة النهضة هل تعتبروه ربما خنته الالفاظ عن حسنينية ربما قالها او يتحدث عن التركيبة وخنته الصياغة او متعمد قالوا وقت يقول رئيس الجمهورية قيس عيد حل المجلس على القضاء وهو حل التركيبة ربما غير التركيبة لان المجلس ما تحلش موجود مجلس مؤقت ويقول حل هيئة الانتخابات كما حل البرلمان والهيئة الوقتية المكافأة وهيئة مكافحة الفساد وقت يقولوا حل هيئة الانتخابات وهيئة الانتخابات هي من اشرفت على الاستفتاء هل هذا تشكيك ربما في نزاهة عملية الانتخابية الاخيرة اللي صارت او ربما خانته المعاني اولا بالنسبة لهاية الانتخابات اعتقد ان التصويت على الدستور تم بطريقة هادية ولم تلاحظ اي اخلالات تذكر والنتيجة التي اعلن عنها هي متقاربة تقارب كبير مع النتيجة التي قدمها السيد زركوني رئيس مؤسسة سيجماء ونعرف ولمؤسسة سيجماء كايمت دائما تقدم يعني ارخام تقريبية يعني شبه صحيح قبل الاعلان عن النتائج بسر الاولية بسر رسمية حضر سيجماء في الاذاعة الوطنية وقدم النتائج وكانت نتائج بعد متطابقة تقريبا مع النتائج الرسمية على القناة الوطنية ثم ان العملية الانتخابية في حد ذاتها تمت في ظروف عادية جدا ولم نلاحظ اي تشكي بل بالعكس يعني كل اللي مشاهوا دخلوا شافوا اللي كونه وقع احترام بالاجراءات الانتخابية في يوم الاختراع والحياد التام وما الى ذلك نعم فضلا على انه بالنسبة لهذه بالنسبة لهية الانتخابات بالنسبة لمجلسة على القضاء كنا نحن يعني من الاوال كمجلس هيئة الوطنية المحامين لاحظنا في مختلف يعني المسال الاعلام وان هذا المجلس كأصبح عاجز على القيام بدوره الاساسي وخاصة على دوره في خصوص الانضباط بين القضاء ونعلم يعني الاتهامات التي وقعت بدولها بين الرئيس الأول لمحكمة التعقيب والوكيل الجمهورية للمحكمة التعقيب الأسبقين والذي يعني كالهناء كان يكون دور مساعدة القضاء انه يتدخل لوعد المشكل في خرجت حدف الاعلام تراشط بالتهم لين بعد يعني فحة المسألة ويعني خطورة المسألة خطورة المسألة انه المواطن يولي يعني شق في مصدقية الموسطة القضائية ونعلم كل العلم وانه راه بالبديل على الموسطة القضائية هي الفوضى ولذلك كان نحن حارسين دائما على احترام هيبة القضاء وبالتالي كان على المجلس في ذلك الوقت ان يتخذ التدابير اللازمة ليقاف هذه المشكلة لوضح حد لهذا الاشكال مع الاسف الشديد يعني وقع الاثترار الى اتخاذ يعني عادة هيكلة مجلس على القضاء وفعلا هو لم يقع حل هو لكن وقع يعادة هيكلته لا اكثر ولا خل هذا من جهة من جهة اخرى فنلاحظ انه من 25 جوليا 2021 الى الان يعني لم يقع المس بالحريات لم يقع المس بالحقوق لم يقع المس بحرية التظاهر بحرية الاحتجاج بحرية التعبير وسائل الاعلام مفتوحة للجميع وبالتالي نعتقد ان هذا الرأي الذي قدم من طرف الاستاذ الرجل الغنوشي هو رأي غير صعب ولا يمت بيسيلة الى حقيقة الواقع وختاما بيوجي بالله لو سمع انتي اسئلت يقصده المخلص يقصد كل كلمة يقولها لا يقصد لانه هو يحب ما يحبش يحط حتى نيوانس ما يحبش يقول راه تم حل المجلس على القضاء وتركيز مجلس اخر والهيئة ما يعطيش كل موقف لكن الشي الاكيد هو انه يحب الرسالة اللي تخرج للدعمين بتاعه البره والدعمين بوتانسيال بتاعه البره هو انه تم حل المجلس على القضاء وتم تركيز هيئة منصبة هذا فقط يعني هذا كلام يقصده فماش كلام يقوله عفوية راه رجل الغنوشي انسى الكلام هذا كل الكلمة يقولها هي كلمة مقصودة ويقصدها بالدجري الول والثاني والثالث والرابع والعشر انه يقول بعدها كلام مناقض تمامز هذا مش مشكلة لانه هذا هو طبيعته طبيعة انه يقول الشيء ونقيضه لكن يقصد كل كلمة يقولها في اللحظة هذيك يقصد الكلام هذا لانه شنو حاجته هدف الكلام شنو هو هدف الكلام هو انه يزيد يدق مصمار اخر في العلاقة بين الرئيس والاخرين والاخر في الاخر شنو يلعب له على القيم متاعه قيم الليبيرالية الديمقراطية وراه انتو من عرفكم انتو حراس الديمقراطية وحراس القيم الديمقراطية في العالم راه في تونس تنتهك الحريات وتنتهك انا نقول لك المشكلة الاساسية في دستور قيس سعيد مهوش اه اللي هو ولا توا دستور تونس مهوش مسألة الحريات انا ممكن ندخل في تفاصيل اخرى مدخل ندخل في توازن فعلي اه بين الصلاط الهذا يمكن انه نناقش يمكن نناقش عديد الاشياء في الفان لكن قضية الحريات موش في حاجة ما احواج الرئيس انه يضرب مسألة الحريات الان ومين جمش يضربها ما هو في اللو ولا هو الاخر يبقى حقوقي راه هو راه هذا يدرس في قانون دستوري وحقوقي وبالتالي ما نتصورش انا الرئيس مش يمس مسألة الحريات لكن نتصوره يجب يعمل بعض الانحرافات في مساء التوازن بين الصلاط وهذا قلنا فيه رأينا واعطينا فيه رأينا الدستور يعني معناش تطابق تام في وجهات النظر لكن نقول في علاقة بالحريات يقول لك هو يقول لك جزء حاجات اعطيني في النص الدستوري ما يفيد مس من الحريات والشيء الثاني اعطيني في ممارسة سياسية قدمتش قضايا بالناس عملت وعملت وعملت الثلاثة اعطيني في ماشي شكون اتكلموا منعتوا وقالها هو اخرج فيه اكثر من مناسبة وقال تتحدثون على الديكتاتورية وين جاءت وصارت في ديكتاتورية نجم تخرج فيه مسيرا نجم تكون في الاعلام بحضور واضح نقد الدستور لن يكون من باب الحريات فيه اشياء كثيرة جدا في الدستور قابلة للنقد وانا نعتبر انه بقية المنظمة بيش تكون مناسبة انه يتم تعديلات عديدة في الدستور لانه فهم اشياء قابلة للتعديل ويزم تتعديل وضح ختاما سيد العميد بيودي تعليقك على الموقف الجزائري اللي اصدر من الرئيس الجزائري عبد المجيد تابون اللي يقول ندعم في تونس الشرعية التي يمثلها قيس السعيد العلاقة نعتقد نحن مع الشقيق الجزائر هي علاقة عضوية بالتبيعة الحال يعني الجزائر لنا تاريخ مشترك تاريخ نيضالي مشترك الجزائر يعني في بان منها محنة الاستعمار وجدت سند فعلي في تونس الحكومة الجزائرية الموقتة كان مقرها تونس العاسمة يعني الحدود تقريبا كلها كانت يعني مفتوحة لأخوانا الثوار في الجزائر هذا يثابت ثم أنه الجزائر هي سواء بالنسبة لتونس أو بالنسبة لجزائر الاستقرار في الدولتين هو يهم كل دولة راه يعني بالنسبة لجزائر يعني أمنها القومي موجود في تونس وبن تونس كذلك يعني أمنها القومي أمنها الوطني هو موجود في الجزائر يخيك الزبال تجولهم الارهابيين وما إلى ذلك هذه الخطورة وقنابل موقتة يعني لابد بشي يكون دائما هناك توافق من مصلحة تونس ومصلحة الجزائر أنه ثم توافق في الرؤى بين الجانبين فضلا على أن الموقف الرئيس تبون اللي هو إنسان وطني هو إنسان يعني استطاع بحكمته أن يخرج الجزائر من الاثترابات واللهنا نلاحظه في استقرار في الجزائر من موقفه لهنا مستبشر بالتمشي في تونس وبالاستقرار في تونس وبه يعني حتى طريقة التصويت على المشروع الدستور كانت طريقة سليمة طريقة هذا طريقة تتسمبل الديمقراطية من أولها إلى آخرها النسب كانت نسب صحيحة قدمت ولذلك يعني أعتقد أنه ثم حوالي ثلاثة ملايين أو زوزة ملايين ونص موساندين للدستور هذية يعني فعلا ثم قوة شعبية وراء هذا التوجه مع العلم وأنه بطبيعة الحال نحن الآن في حاجة لاستقرار سياسي لاستقرار السلطة التنفيذية استقرار الوظيفة التنفيذية نحن في حاجة في استقرار وربما في التطبيق في المستقبل عندما تتحسن الظروف وعندما تتدعم المؤسسات ربما هناك أشياء قابلة للمراجعة والدستور نص على أن هناك فصول غير قابلة للمراجعة وهناك فصول أخرى غير قابلة للمراجعة وبالتالي عندما يتحسن الوضع السياسي المسار السياسي ومسار الاقتصادي والاجتماعي لماذا لا نفتح هذه تنقيها الدستور كما قلوها هذه المسال ونتناقش فيها معا التاكيد على أن هناك خط أحمر بالنسبة للجميع وهي المسرحة الوطنية العليا لهناك كل ما يمس المسرحة الوطنية العليا فما قاله هو الرفض وسيبين الشعب التونسي كعادته وأنه بالنسبة للمسرحة الوطنية العليا لا فيها يعني لا مساومة لا بيع ولا شيراء إذا كان نتفقوا في المسرحة الوطنية العليا اختلافاتنا تنجم الظوب عندما نقش فاهب بهدوه شكرا جزيلا العميد عميد المحامين إبراهيم بودربيل على حضوركم معنا شكرا لكم على حسن المتابعة